مرحب بالضيوفي دلوقتي أعزوه لحلالكم خبر النادي الأهلي أبلغ وكيل أعمال سوارش وأبلغ مترجمه كمان سوارش المباراة الأخيرة ليها هتكون مباراة سلامية كروباترا يوم السلساء القادم معلوماتنا بتقول إنه الأهلي مش هيخرج عن اتنين مرشحين لخلافة سوارش كارلوس كيروش وخليلوزيتش المدير الفني الصابق للمنتخب المغربي ونية النادي الأهلي إنه مش هياخد مخاطرة أخرى وكنت قطر حركة الكلام ده من يوم الأربعة اللي فات إنه الأهلي مش هياخد مخاطرة الراجل ده كان مخاطرة المخاطرة دي مش هيقدر الأهلي يكمل بها الموسم اللي جاي ومش هيقدر الأهلي يجيب مدرب تاني يتحط قدام الجماهير المجلس دولة النادي الأهلي قدام الجماهير وكأنه عمل ريسك كبير جدا في الفريق خلال الموسم القادم وبالتالي الأهلي هيلعب على المضمون المضمون يا إما مدرب له خبرة كبيرة وكبيرة جدا في الكار الأفريقية زي خلدي زويتش او مدرب لقوا خبرة في مصر مع منتخم مصر هو كلوس كيروش والاتنين اسماء كبيرة جدا لخلافة سوارش اللي هتكون المباراة الاخيرة ليه مباراة سيراميك لوباترا يوم السلساء القادم